اشتركوا في القناة للاقتصاد الوطني بمملكة البحرين فضلا عن تحقيق نقلة نوعية هائلة في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن قطاع الطاقة في مملكة البحرين يحظى بكل الدعم والمساندة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه موضحا سموه أن هذا القطاع الحيوي يشهد تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية الطموحة التي تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتسهم في موازرة جهود التنمية المستدامة في مملكة البحرين وأوضح سموه أن قطاع الطاقة حريص على مواكبة أحدث المستجدات التقنية بما يضمن دعم مسيرة التطوير من أجل الحصول على أفضل النتائج لفتا إلى أن مشروع تحديث مصفات بابكو يعد بمثابة أحد المشاريع الجوهرية التي يعكف قطاع الطاقة على تنفيذها في الوقت الراهن وسوف يسهم بشكل فعال في تعزيز قدرات بابكو التنافسية ووضعها على مصاف كبريات مصاف التكرير في العالم فيما بعد عام 2022 كما أوضح سموه أن هذا المشروع الجليل يتوافق مع مرئيات وتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله في الاستعانة بأحدث التطويرات التقنية في قطاع الطاقة من أجل تصنيع منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة مشيرا إلى أن مشروع تحديث مصفات بابكو يمثل طفرة هائلة وعلامة فارقة في تاريخ بابكو ويتماشى مع الرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين لعام 2030 والتي ترتكز على قيم ومبادئ الاستدامة وتشجع الريادة والابتكار من أجل تعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين في الاقتصاد العالمي وتحقيق الزيادة المنشودة في منظومة الانتاج في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية مع الالتزام المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات في مضمار الصناعة والبحث الدائم عن أفضل سبل وأدوات الانتاج إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية في قطاع الطاقة والعمل على سقل مهاراتها وخبراتها الوظيفية في هذا المضمار الحيوي وصولا لتحقيق الغايات المنشودة وأضاف سبه أن مشروع تحديث مصفات بابكو يسعى في جوهره إلى الارتقاء بمنظومة العمل في هذا الصرح الاقتصادي العريق والانتقال به من مجرد وحدات تشغيل محدودة إلى مرفق عالميا حديث ومطور يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتوفير بدائل الطاقة المستدامة كما أنه يمثل ركنا أساسيا في مبادرة التحول التي تعكف شركة بابكو على تنفيذها في الوقت الراهن في إطار الرؤية المستقبلية الطموحة لتطوير قطاع الطاقة المستدامة وتحقيق الانتقال المنشود لمرحلة جديدة من التفاؤل المشرق وذلك من خلال الاستعانة بتقنيات التحول الرقمي الصناعي وتطبيقة الذكاء الاصطناعي واستخدامة الثورة الصناعية الرابعة والحلول الذكية إلى جانب إرساء استراتيجيات واعدة لتفعيل نظام دينماكي لإدارة الأداء بما يضمن تعزيز قدرات هذا الصرح الوطني وتطوير إمكانياته وموارده في مواجهة تحديات المستقبل انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع تعزيز جهود الابتكار وتبني التقنيات المتقدمة في الأنظمة والحلول الاقتصادية تجدر الإشارة إلى أن مشروع تحديث مصفات بابكو يمثل استثماراً ضخماً بقيمة تربو على عدة مليارات الدولارات ويعتبر من أضخم المشاريع الاستثمارية في تاريخ شركة نفط البحرين بابكو الممتد لأكثر من 90 عاماً هذا ووجه سمو الشيخ ناصر بتشجير المصفى والطرق المحيطة للحفاظ على البيئة معرباً سموه عن تطلعاته في دعم المشاريع الزراعية المخصصة للتشجير والسعي نحو استدامتها تحقيقاً للأهداف البيئية التي تلتزم بها مملكة البحرين